السلام عليكم حبيبتي في قناتكم قناة باسمتي للتفصيل والخياطة في هذا الفيديو طريقة تفصيل وخياطة غلاف مخضة درك لكم الطريقة في الأول لكن الفيديو مكانش يتمشى لي كنت حاسبة ترى يتمشى لكن للآسف الكاميرا كانت محبزة هنا نزيد نكملكم الطريقة انتع المخضة الطريقة انتعها سهلة المهم نعطيكم القياسات انتع الطول وانتع العرض وانتع الجيهة انتع الامام والجيهة انتع الخلف تع المخضة وهناك يجديرو البي في المخضة هيا راني دائرة هادي الجيهة الامام وراني مدور عليها البي هيا المخضة هنايا هادي الاولى اللي خدمتها واللي خدمت معكم الثانية المخضة جي طوب المخضة سامبل وتجي احسن دايما الحاجة تجي شباب زاف المهم انا نبغي السامبل كل واحد وشي يبغي هيا شوفوا البي هيا جا طوب جا شباب تديرو اي لون يناسب لل لون القماش اللي تخدموا بي هاي كاتبت القم الطول والعرض 70 سنتيم الطول والعرض 50 سنتيم انتع الامام المخضة والبي عندي لون الرمادي وعندي لون الغوز وعندي اللون الباج اي لون تقدرو تستعملوه هاي الطول متحد للجهة الخلفية درت فيه 52 سنتيم درت فيه 50 سنتيم لكن زنت له زوج سنتيم تاع الكفة باش ديرو الكفة والعرض فيه 50 سنتيم كي يجيها للامامية عندي كتبت لكم هنا القياسات راني كتبت لكم انتع لل القطعة الاولى والقطعة التانية كل شي كتبته لكم على الصورة هاي الطول متحدة هاي الطول متحدة هاي الطول متحدة باش ديرو الكفة وتقدرو تزيدو حتى 4 سنتيم وهنا درت للقفيلات هادوك الازرار انتع بترطيك جاو طوب في الغلاف عفوان في كرة جديدة عجبت ني وبغيت نخدمها البيه البيه يجي شوفوا يجي مطوي لكن فتحته فتحته على طبقة واحدة وحددته بالمكوت وطويته على اثنان ووليت حددته ما يخدم الكومش لو كانت تديروه بالطريقة اللي يكون في الاول البيه وتقدرو لما عندكمش البيه تقدرو تستعملوا لقماش يكون عندكم لقماش تديرو قطعة صغيرة فيها 4 سنتيم وتطويوها على اثنان هاي والسقط البيه بهالطريقة في المخدة على الجيهة لكن الجيهة المغلوقة تجيكم ما تجيكمش مع الخياتة تجيكم هاي شوف الجيهة المغلوقة تجي في هذه الجيهة اللي راني في هنا هي في الاول والجيهة المفتوحة تجي في الجيهة بتاع الخياتة ان شاء الله ان شاء الله تكونوا فهمتوني اشتغل هنا نحتاج للبنك باش نكمل طريقة انتعلى باش ندور البيه هناك تجيو تقصوا تديروا فتحة ما تقصواش قاعد تقصوا على حساب ما تدوروا باش البيه يدور لكم باش كيتدوروا يدور لكم تجيبوها نيشن مع مع القنت انتعلى الغلاف تاع المخدق وتقبضو بالايبانك هاي غيب شوية باش تقبضو لفور منتع البيه شوية صعيب باش يدور لكن تسعفوا غيب شوية ودوروا هاي هنه نزيد نفتح باش يدور لي قد قد لازم يدور نيشن هوا بهالطريقة در وزقبضو بالايبانك اه مترين انتع بيي تكفيكم فغلاف انتع مخدة فغلاف واحد مترين وتقدروا وتستعملوا لقماش الى ما عندكمش البيي تقدروا تديروا قد عنتع قماش تديروا فيها مترين هيا هنا هيا هنا فوت لكم الفيديو هيا لازم اعود في هذا الكواء اعود نقصص باش البيي يدور وزقبضو بالايبانك وتخليوا واحد سنتيم انتع القماش اه كما نقولوا اللي راكو ندير البيي لكن تخليوا واحد سنتيم انتع القماش تاع الخياطة وتخيطوا البيي على الطرف باش كيتخيطوا الجيهة الخلفية باش كيتخيطوا الجيهة الخلفية البيي ما يجيكمش الداخل هيا وتقولوا وتديروا كفة الجيهة الخلفية نتع القماش اندي الماكينة وندور عليه خياطة هنا خيطته نديروا الجيهة الخلفية هيا قلت لكم شوفوا هنا على الخيط باين قلت لكم كما نقولوا تخيطوا على تكحزوا على البييت تخليوا البييت نديروا واحد سنتيم انتع الخياطة ونخيطوا الجيهة الخلفية هيا تبغيوا تديروا هذه من الجيهة السوفلية تبغيوا تديروا اه اختيارية هنا لازم يتحدد لازم بالمكوات تحدده البييت يتكمش كي خيط المخدة وكملتها حددتها ندور عليه خياطة نقبض بالايبانك وندور خياطة تبغيوا على البييت وتطور كي خياط المزيد ونحن التطور ووضع تبلغيوا عن حيات سورجي كما تحددت الخياطة تبغيوا الخياطة حددت تديرى هاي النتيجة هنت عم الخداء جات طوب جات روعة هيا شوفوا هنقلت لكم درت سورجي حاجة سامبل نبغي حاجة سامبل تعجبني بزاف حتى الألوان جو شابين هنا باش ندير الأزرار لكم درت الأزرار هادو جو روعة هاي هنا درت ثلاثة جي حتى كما نقولو تديرو هكا ديكور جيكم حتى دبل فاس ديروها من الجهة الأمامية والجهة الخلفية حتى الأزرار جو شابين هاد الألوان نتعلي الأزرار هادي نتعليمو روعة هادي لازم الخياطات قا نحتاجوها في المنزل نخدم بها بزاف نحتاجها بزاف هنا وحدة في المحل باش يخدموها يلسقو لكم غير قفلة وحدة باش يلسقوها أربعين دينار وكاين بزاف الأخوات لي كاين أخت مشتركة معنا قلت لي خدمتهم لكن كما نقولو ما نقفلو لهاش لازم تضغطو مليح تضغطو بطريقة جيدة باش باش يكيد باش يدخلو هادوك المصمر اللي عندهم لداخل يدخل هاي يبقت لي هنا اللي نغلق بيهم يعني بدل المول المول قد لكم يجيوا فيها يجيوا فيها ربعاً تعلم المول تدير مية وخمسين الف المول والألة وحدها تدير ثلاثمية وخمسين الف حتى الربع مية الف هاي هنا كملت المخدة البيي هنا الأخوات اللي مغنية اللي بغيتو تشريوا البيي راه موجود عند المحل انت حورية اللي جاية في العزوني راه تبعاً عشغالاف راه دير ثلاثمية راه يجبت هادو ثلاثة راه عندها الألوان يعني اللي يحتاجوا البيي هاي يكملت نتيجة عن الخداء قد لكم جاد طب جاد شابة بزاف هنا ام نديروها في المخدة هاية نديروها في المخدة نديروها في المخدة نديروها في المخدة يستخدم لكم لمخدة ثلاثة تستخدمك على نظر الواحق نحسبهم كما نحسب 25000 فتح المخدة اللي يمكنك نختار الى هنا هنا هيا هنا ما اضغطتش مليح لكن نولي نعود هنا نوريكم النتيجة ونولي نضغط مليح باش نن باش تنقف اللي شوفوا ما تبغيش تدخل تحسبو خمسة وعشرين الف الاغلاف انتعلم خده الواحد وتقدروا تحسبو حتى عشرين الف لا خدمتو كما قلو درتو مشروعو خدمتو كونتيتي بزاف تحسبو عشرين الف عندكم فيهم فايدة هيا كملت ها قلتلكم جاو شابين في زوج جاو طب نلازم ندخل القنوطه انتعلم المخده لداخل السوف نخرجه البون هادا كلاوات شوفو اللي بيه يجي اروعة ها هادية ان اجبني اه ايام وعدتكم ثمن البايع انتعال غيلافتع المخده وكنتلكم خمسة وعشرين الف ويلا خدمتو مشروع ودرتو كونتيتي بزاف تقدروا تحسبو عشرين الف اللي غلاف وتقدروا تبدلوا كما نقولوا تديروا البيي ما عندكمش البييس قدروا تستعملوا غير مرقماش كما نقولوا تديروا قطعة عقوماش فيها 4 سنتيم وتديروها على 2 وتحدوها وتخدموها في المكان التالبي هذه هي النتيجة النهائية ومع السلامة ونتلقوا فيديو آخر إن شاء الله كتاب الله للأرواح نور تنال به السعادة والسرور إلى درب الهدى والخير يهدي وللجنات يوصل من يسير كتاب الله كتاب الله للأرواح نور تبارك موديع البركات فيه فليس